بسم الله والحمد لله إن قائمة الحرية القائمة المستقلة استلهمت عنوانها من ثورة الحرية والكرامة التي صنعها وأنجزها شعب تونس العظيم القائمة المستقلة الحرية برئاس الأستاذ المختار السميدة تعاهد أبناء تطوين بالعمل الجدي من أجل تطوين ومن أجل مصالح تطوين بكل تفانن وإخلاص دون أي خلفية سياسية أو إيديولوجية باستثناء الإنحياز التام لمصالح جهة تطوين دون غيرها ومن ثم مصالح الوطن بصفة عامة سنسعى إلى تحسين وتعصير البنية الأساسية من بينها مشروع طموح يتمثل في إيصال الطريق السيارة للطروط إلى المعبر الحدودي بيذهب كما سنقوم بدعم مجال البنية التحتية بالضغط من أجل حفر أبار عميقة تساهم في الري وفي تعبية وتحلية مياه الشرب الخاصة بشبكة الصناد كما سنسعى إلى حل المعضلة الكبرى المتلمثلة في الوضع العقاري بالجهة الأراضي الاشتراكية وقانون الأراضي الاشتراكية المحدث سنة 64 لدينا مشروع آخر يتمثل المشروع هضايا في عملية التوجيه الجامعي نحو كليات الطب سنسعى أن تكون كل جهة لحصة في التوجيه الجامعي حصة معينة لمدة 10 أو 15 سنة من كل جهة أخذ الحصة هذه وتوجيهها إلى الطب بالتالي تبقى مستشفياتنا متواجد بها إطار طبي كفر من أبناء الجهة لدينا المستشفيات الموجودة هي مستشفيات الداخلية كلها تجي في التوجيه الأطباء نحو المناطق الداخلية يقول لك لا ما نمشيش التطوين ما نمشيش التوزر ما نمشيش لكبيلي لكن كي يبدأ هو ابن الجهة وكي يبدأ كل الجهة عندها اكتفاذات من الأطباء المستشفيات ستؤدي دورها المتمثل في إصداع خدمة طبية بواسطة إطار طبي من أبناء الجهة بارشة يعني فهمت مواضيع التنمية هي أهم المواضيع التي يمكن أن نركز عليها العمل هذا مشروع يعني متكامل ما يمكنش باش نقدموه في ثلاث دقائق لكن هذه بعض النقاط التي يمكن أن نعدى بها أبناء جهة التطوين ندعوكم إلى انتخاب القائمة المستقلة قائمة الحرية المولودة من رحم الثورة برئاسة الأستاذ المختار سميدة والشباب المتواجد معه بالقائمة عبدالله الأنتير أمال إخلصة وصفا سميدة هذه مجموعة تسعى إلى خدمة جهة التطوين المترجمات في القناة